انتي هلأ شايف الشاشة عندي رايت شوف بس بدك تكتب كتب مش بتكتب بقلبة تكست اريا بتحط لهون كولز روز الكولز وروز بيحددوا الطول والعرب وبتكتب هون بقلبة اللي انتي بدك تكتبه او بتكتبهن بالتنفيذ يعني هادي بديل الامبوت ايقوال تاكست اذا انتي ناوي انك تكتب كزا سطر بقلبة اوكي هادي ايه ما بدأت اني شهمت عليك بيبقى علي انه انا شوف كيف راكلش هلا الروز بحط مثلا ازا حطت خمسة روز بيعطي خمس اسطر عندي مزبوط خمس اسطر بالشكل بيتحدد هو بيتحدد هو السطر عدد الاسطر اللي انتي شايفهم بس فيك تكتب اكتر ازا بدك فيك تكتب عشرة وخمسة عشر سطر بس انتي بتقشع بس خمس اسطر بس اللي زي بالتكست اريا عندها نوتش باخرها اليوزر بيقدر يكبرها ويزغرها متل ما بده وازا بدك كمان فيك انتي بواسطة السي اس اس تحطد لالارتفاع باي بيكسلز فيمت كيف حتى عارضة وطولة قادر انتي بس اس اس تسيطر عليها يعني بقلب ستايل بس انا بدأينا افهمت عليك بس انا السؤال الصغير اللي بعضه عندي افتراضا عني اعطيت الويدز اللي الى خمسين بالمية من الدف اللي انا حطيتها بقلب وعطيها انا الهايط اللي الى ميت بيكسل انا لما كتبت السطر انا ما بدي السطر يتعدى الويدز تاعل تاكست اريا بدي مجرد ما وصلنا لحدود الويدز ينزل على سطر تاني ايه تاكست اريا بتنزلوا لحالة على سطر تاني تمام هيدا اللي بدي ايه ايه تاكست بوكس العادية لا تستمر على نفس السطر اه هو هيدا اللي صار معي اول شي اجيت سانتر بالنور تاني شي صارت يبين بس سطر واحد يعني ما يبينه كل الحكة او كل اللي اللي انتي كتبه خلي استعمالك لتاكست بوكس اوكي يعني تاكست الملتبل لاين خليها تاكست اريا تاكست اريا تاك تاكي يوسف تاكرام لك هايدا يوسف هول احنا وصلين نتعلم ايك شغلات او بسيطين بس هول بيدخلوا فيهم جي كواري لنقدر نعمل الانيميشن يعني بكيف رايمزو ما كيف رايمزو الامو بالسي اس اس قادر تشتغل ها التفاصيل بس الكونترول الاوية بالجي كواري كذلك الامر هاي دي نفس نفس الموضوع طيب وهي دي كمان كذلك الامر لانه هون في ايفان بس مش بالسي اس 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 تستحكم فيهم اكتر لا اكيدي لا اكيدي لا ازا كنتي السي اس اس بدا تكون بديلي عن جافاسكريبت والجي كواري لشو ازلقون عازي جافاسكريبت والجي كواري انتي هون العمل تاعك مرتبط بيفانت معين جافاسكريبت والجي كواري بيامنو لك هيدا العمل اف كيف ماش يعني مثلا بعطيك مثال نحن بمكان ما بمشروع معين لتساي مثلا ازا انا فتت ايجيت هون في ايفنت معين بدو يقوم فيها اليوزر مسلا اليوزر بالباك اند نعرض له مش اليوزر خليني نقول الادمن لانو الادمن هو بيقوم بهيدا المهمة ازا كان الادمن بدو يحزف سجل من السجلت بدو يقبس على البطن تاعدليت والمفروض انو يلبيه بس حتى يكون في حزر انو ما يكون عم يحزف سجل بشكل خاطئ المفروض انك انت تنبهه تعطيه رسالة عالشاشة تقلو متل الارت انو بدك تحزفها اكيد بدك تحزف فالمفروض انو هيدا الارت اللي بدو تطلع على الشاشة مرتبطة بالبطن اللي بدو يقبسو هيدا الادمن فالسي اس اس هوني ملنا جيدة انو تقلو فوكاس او اكتف لانو لما تكبس انت عالبطن وتطلعها رسالة كسي اس اس بتعرض لك الرسالة فقط اذا استعملت فيها الاكتف تعرض لك الرسالة فقط بس اذا انت بدك تنفذ ما بعد الرسالة يعني بدك انو اذا قلت له اوكي جو اهد ونفذ عمول دليت اذا لا كانسل وقف عملية الدليت هون صار جافاسكريبت مع تس اس اس ايه هون صار الارت ايه هوني كونفيرم الارت مش الارت عادية كمان ايه استاذ اذا في مجال ضويلنا على نقطة اكيدة بوقتة يعني ايه بموضوع الارت تطلع كسبان وحط تفاصيل ما عم تصبط ما يعني انا قدرت اني اعطي الارت برفز زيت التكست بوكس بس اني طلعه كسبان تحته او حده ما كنت اعرف سوية لكن سبان هو كلنا بنعرف انه هو تاق الفرق بينه وبين الدف انو الدف بتنزلك ع سطر جديد وبتغلبك اذا بدك تخليها تبقى ع نفس السطر بنتطر انك تقل له display in line block او display flex اما سبان بطبيعتها تشبه الدف باستثناء انو ما تنزل ع سطر جديد لحالها سو انت فيك تستغلها وتستخدمها كرمال قصة الميسجيز اللي عم تحكي عنهم عنا نفس النسق تاع هاي دولي اذا فتحت هاي دي باخر exercise هيدا اللي بعتني ايه اللي تكسر براسي فيه هو اكا اللي المفروض نستعملهم خالب بيلك هيدا مسلا هيدا ال exercise انا لاتساي عامل control اذا كتبت علامي اكتر من عشرين وكبس تعال calculate بيروح بيقلي المفروض هو يقلي انه هون spanning انه فيه ارو بس هيدا لانه ال example بعضه ناقص انا عامل واحدة نسخة تانية من تهية خلني فرجيك عليها بس هيدا اللي لازم يعملها بال javascript هيدا javascript اشباري صحيح بيالك اذا result high than 20 alert ايه هون بيصير ال javascript مرتبط بال css يعني بيصير بيخلي css تشتغل معه ايه بس انه سعطا فينا حط get element by idea وقلق ال css بال idea واني جريت سيئة ال homework اللي كنت عطينا اياه javascript موجود معك المفروض انتي كنت خاله صح لك مثلا هون اطلع بهاي انا مثلا كتبت 25 والعلامة 25 مرفوضة فلاحظ شو عم بيعمل عم بيقلي invalid grade هيدا ال invalid grade هي اول شي كاينونتا يعني كobject هي span لحتى قادر حطها مطرح ما بدي تاني شي يلي خليها تنحط هون هو ال javascript و ال javascript عم يحكي مع css عم بيخبرها انه وهي كاينة مختفية ظهريلي اياها يا css فال javascript هو اللي عم يعمل control and managing لكل شي عم بيكتب data بقلبها لهيدي textbook اللي span وعم بيقلها بواسطة css انه اللي حاملة هيدا ال id ظهريلي اياها هي مخفية سو اذا انت جيت هون كمان كتبت text و calculate طالع كيف صارت اذا هون تركتها فاضية كمان بتطلع اذا كتبت فيها minus كمان فيك تامل نفس الشي سو انت اذا صلاحت واحدة منهم عصبية المثال تختفي اذا هون سؤال نعم يعني انا كان فينا حط بالinput مثلا ال user name انه وان يعني لما يصير active يعني لما بيكتب هول هول شي الهول place لما بيكتب والسبان طبعا ال user name بيبين فوق اي يعني هو هو بالنهاية انت عم تقول عنه هيدا ال active هو conditions نحنا بنقول عنه بالجاباسكريب ما ضبوط يعني في عندي condition في state هوني عم بسأل اذا كانت فاضي او بتحتوي على رقم negative او اذا بتحتوي على text وظهري له جملة invalid grade اذا لا خفية هاي الفعالية بتصير عفتو كيف عكل حال احنا نح ندخل فيهم ديبلي بالجاباسكبت وبالجاي كويري بس احنا اكتر شي جاي كويري منستخدمها لل designation يعني متل شو على سبيل المثال يعني فيها spell check spell check يمكن باره مش ضروري بس انه الاصد من العملية تاعت الجاي كويري انه بتخليني اقدر اعمل عرض لل data تعقول السي اس اس بطريقة animation اكتر يعني مسألا مبعف اذا بفرجيكم exercises من دورة تانية مسألا طلعوا هاي هيدا الجاي كويري هو اللي عم بيحرك هلا اكيد السي اس اس بالكريمز بالكي فرايمز قادرة تعمل هيك شي بس اذا انت بدك تعمل تزامن يعني وقت ما تكون هي الكي فرايمز عم تشتغل وبنفس الوقت في عندي اليوزر لما يعمل click عليها بديواقفها هاي دي السي اس اس ما بتقدر بالجاي كويري بتقدر فهمت كيف يعني في فعل في event هوني هلا بما انه ملفات الجاي كويري والجاباسكبت التقال فبيحاولوا انه بعض الامور اللي بتنحل بالسي اس اس بيحلوها بالسي اس اس بطريقة الكي فرايمز بس اصلا بعطي اكزامبل تاني اللي نشوف هايدو هول عسابي الميسان هحرجع عيد الانيميشن تايتها لاحظت كيف انه النص عم يكبر والصور عم تظهر بها الطريقة بس اصلا صار بها الاميام صار فيك بال يعني في عندك عالم يعني تكون ما عند الشي بتاعت تختلع الانيميشن وبتحطه عمو على البسايت انت ماشي بتكتب بالسكريبت او بتعمل كوبي بيست بس انه عشان تكون فهمش انا شو عم يستعملوا انا يمكن انت حتى بوزيشن يمكن غير عن البوزيشن هو فرا ايه بس ازا اشتغلت بالشركة بس انا كمان تعمل الامورت الانيميشن صار فيك كتير ليبريز كمان الانيميشن لانه عادة ما استعملت بس انه كمان فيه ازا اشتغلت بالشركة وطلبوا منك انيميشن محددة هن مصممينها بدك تكون انت قادر تعمل هيدا الفعل ما فيك تقولهم انه بدي دور عليها تامبلت موجودة فهمت عليها اه من شان هيك المفروض انك انت تعرف بتساويهم هلا للتسهيل ازا فيه شغلات انت بابدك اه 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 تاخد وقت منك ففيك سعتا ايه نعم تشيب تامبلت وتستخدمها مظبوط يعني كل شي الو وقته الو اوانه طيب نحنا حنكمل مسيرتنا بالسي اس اس وناخد شغلات جديدة شغلات إلا علاقه بكتير من الامور بعد ما فتنا بيا boil bizarre words بس كمان علي سؤال بس لو ما بارف ازا tagال فيا بس ال wordpress عامنا نفوت فايل ALI stes اس 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 او تقينا بالأيام بحس متقيه بس قابل انظاف ايه ال wordpress فيك تدخل فيها HTML CSS Angular RAGIS PHP C Sharp اللي بدك يا هيك تحوط فيها لأنه جربت اليوم أنه مثلا حط الفايل طبعا الاشتام قل بقلبي مثلا ما كان يزبط بدك تشوف كيف الطريقة لأنه كل من الورد فرس إلو طريقة في بقلبه شغلات مختلفة عن اللي قبله بس هو معمول أنه يتقبل كل اللغات بالفعل طيب نحن سوا شو يا يوسف يوسف حاج رح نامك يلا شابه طلعوا معنا أنا عندي هون فيه ثلاث إكزرسايز بدي أشرح لكوني هون إكزرسايز لأعمل فوكس على قصة الإكستيرنال فونت اللي نحن استعملناها يمكن مرة أو أكتر ما بعرفت ما تذكر وكمان إكزرسايز على قصة أنه كمان عملناها بطريقة من الطرق معليش حنجح نعمل فوكس عليها وأيضاً بدنا نشتغل على المنيو تعالي السي أس أس طيب أول شي خليني بلش بهيدا أنا هون عندي في عندي جبته أوكي وبدي استعملها عندي داخل البراجيكت بطريقة لطيفة وبدي دخل فيها بعض الشغلات نحن ما اشتغلنا عليها خلنا نشوف حنفوت على الفونت موجود بنفس الفولدر فيني أرتب أني حطو بساب فولدر خاصة فيه بس مش حارزيني لأنه هيدا ما بدي أكتب بقلبه إلا فايل واحد هعمل انهون هيدا الفايل عسامي اندكس دوت اشتبال مثل عادي أوكي ساق الفايلين موجودين مع بعض أملك أنا أوكي يلا داكتايب اتشتي عمال هقلغي الشغلات اللي ما بديها مثل أنا ما بعمل ولا حساب في عندي فونت اكستيرنال فونت هقاطي العلمين جمالا بال المفضل أنه تحطوا بشكل مستقل لحاله ما تحطوا بنفس الاشتا عمال ككودينج بقلب الهاد هيدا مش خطأ إذا نحط بقلب الهاد انتبه حتى ما تفهموا كلمة غلط أنا مش عمقول أنه ما تحطوا أبداً الكود تعالي السي أس أس جوات الهاد بس إذا كان عندكم هدف تستخدموا السي أس أس في أكتر من صفحة اتشتي عمال الأفضل أنه تحطوهم اكستيرنالي وتربطوها فيها أما إذا كان عندكم يا فقط بنفس الصفحة فإتس أوكي فيكن تكتبوها بقلب الهاد هون مباشرة بس لأنه أنا عم بحاول أني يخليكم تشتغلوا بشكل الافضل أنه نكتب اللينك هون معنا والربط بقلب ل الفايل بدي سميه style dot css ولأنه موجود عفوا بس css صحلي أنك تحطها بفايل لحالة وتصور تربطهم بس جافا سكريب كل كتير بشعة لأي بتصور بدك تغير function هيك لحتى اللي تقدر تشتغل وحتى الايديات كمان بدك تغير لأسماء لا نفس الشي نفس الطريقة بس بتكون جافا سكريب بدل css عادي إذا بتكون هلأ بزعبر شوي وبمرقة أنا سميته style.csss وكلهم صادفوا أنه حططهم بنفس الفولدر مع أنه الأفضل ينحطوا بـ يعني الفون تنحط لحال و style تنحط لحال والإشتام قال تنحط بالمين روت إذا كانت لي الاندكس كل البدي يكتبه أنا هون بقلب البدي مجرد جملة واحدة حطها بقلب div تبهولي مظبوط حقول div الـ الـ تاعة خليني قول عنها class let's say that وهيدا الفيس هو عبارة عن image بدي اشتغلها حطها بقى centralize بقى بالشاشة أو إذا بدكوا خليني قصة الفونت اخلص منها أول شي قصة الفونت خليني سميها مثلا عسبين المثال للكلاس زين مثلا باعتبار أنه أنا بدي اكتب كلمة عبارة بدي اكتب فيها زين فونت أو شي من هالنوع whatever عيدا شي رجع لألم الاكتب اللي أنا بدي استخدم بدي حط بقى بقى بس styling بدأ بتروحوا على الفايل هون وتكبسوا على style مع إنه صح فيكن تكبسوا control وتكبسوا على style اللي حطينا بالرابط هون فبيفتح الكون إياها وإذا حابين تفتحوا الفايلين مع بعضهم مش مشكلة فيكن تقولوا رأيت يكليك على style open to the side هيك بيصير بيفتحوا مع بعضهم الفايلين هي بيصير فيك تشوف الHTML والSSS at the same time هلا أنا عوني داخل متنمعت لكم داخل البضي حطيت أنا div سميتها class إذا بدي فينا حط h1 طالما هي صار عنوان title وما في دعاء للكلاس كليا لأنه أساسا أنا ما حك اكتب غيرها بقلب الصفحة كليا داخل style هون أول شغلة بدي عرف أنا وإياكن التعريف تاعت الفونت في طريقتين بال طريقة cdn وطريقة إنه يكون عندك الفايل معك شو بتختلف بيناتهم بتختلف إنه cdn بتكون موجودة على السيرفر بينما الفايل بيكون موجود معك بالبراجيكت كل شي إله حسنات سيئات إذا موجود معك بالبراجيكت بتاخد شوي تقل بالويب سايت لما هي عم تفتح لأنه هي عم تعملها download للفونت مع كل حدا عم يعمل open للويب page تعيتي كل حدا بالعالم بيفوت على الويب سايت تعيتي الفونت يلي أنا مستعملها إذا تنعمل download عنده لتتنفذ عنده على الكمبيوتر فبقى أنا مستعمل خمسة أو ستة فونت كل ما كتره كل ما صار بتقل للصفحة أكتر هاي ديز بس الادفانتج إنه ما أنا واسق إنه ما بيصير في تغيير على الفونت كليا لأنه الفونت اللي عم بيستعمله موجود عندي بالبراجيكت اكترنالي الموجود اونلاين عالسيرفر بتلتعيد جوجل عسبيل المثال لأن احنا منقلها cdn فونت هيدول الفونتات اذا جوجل لسبب ما غيرت الفونت مكانه اسمه بتعملها أو مثلا عسبيل المثال إذا افترضنا صار عنا مع أنه هيدا الاحتمال 0.000 بالمية يعني نادر الحدوث إذا صار في عنا سيرفر فايل او لسبب معين صارت عالسيرفر ساعتها انت هون ما ممكن تشوف الفونت ده ك open page وحتى لو افترضنا انه بافتراض انه ما صار في بس انقطعت الانترنت عندك بشكل مفاجئ البيج لما انت تكون فتحتها والانترنت مقطوعة بتظلة مفتوحة وعم تقدر تشوف محتوياتها إلا إذا انت كبسة على شيكي معينة بدك تقوم بفتح قصم من الصفحة خارجي فساعتها بيقلك انه نوق انترنت وبتوقف الصفحة بس طالما انت موجود بنفس البيج كل شي المفروض يكون موجود طب باقي هيدا الفونت هو موجود على السيرفر ساعتها بيتطلب انك تعمله لينك على السيرفر وما في انترنت فما بيمش الحال يعني كل شي له حسنات وسيئات نحنا كبروغامر بطريقة ناشحة المفروض النقي الطريقة الأمثل والأنسب لكل عمل نستخدمه يعني في بعض الأعمال الأفضل انه تكون الفونت خارجي تاني شغلة انه ممكن وهي أهم أهم النقطة ممكن الفونت اللي أنا بدأ استخدمه ما يكون موجود على جوجل وبتصير لأنه جوجل ما حامل كل الفونت العالم كلهم حامل بعض الفونت اللي هنا لأ لون بس إذا انت مستحلي شي فونت خاصة باللغة العربية في خطوط كتير رائعة باللغة العربية إذا موجود على جوجل ما فيك تستعمله مضطر إنك تعمله لحالك فكيف بدك تعمله أنا عمله وحطه عندي هون هيا الفونت اسمه انثوني يمكن هونتر لنشوف تعمل هيك تعيط الفونت تعطيها اسم أنت من عندك الاسم اللي بدك مثلا أنا حس ميازان وبدأ أعطيها لتدور عليها لهيد الفونت طبعا الكتيشن مارك منع اجباري اختياري حاليا اكتب اسمه أنتوني هيعطاني أنتوني هانتر هل هو حطت سلاش لأنه فيه بيناتهم بس هو يمشي حالا بس هيدا سبيس نحنا معواضين عليه بجاباسكريبت إذا فيه عندي سبيس أو كتيشن مارك أو شي بدي أظهره بيكون الفاملي نايم تاعهم بيكون تي تي أف يا أو تي أف أو نحنا عنا ياها تي تي أف أوكي داخل الباضي بدي أعطيها باكراون بس البيض أعطيها ما بدي يها تكون عادية حاول إني ميزة خليني اكتبها أول شي عادي حاليا برجع بظبطها رد أحمر أو فيه خط اسمه يمكن كريمسون كريمسون هيدا الخط بيبقى جايع يعني نوع من أنواع الأحمر بس مش أحمر فاقع اللي أنا حطيتها داخل بدي بدي كبر الحجم الخطيعة فونت سايز خليني أول شي أعطيها سايز وبديها تكون استعملها بشكل حالا بيكون شو قصدي بقصة بس خليني اكتب هلأ حاليا يعني حاستعمل عشرين اللي هي هايدي هايك بيصير يعني إذا أن تزغرت الشاشة بيصغر معها بيكبر معها بها الطريقة وبدي الفاميلي بتعيتها هاي جديدية يوسف عليك بقصة انتوا ما أخذوه لأنه responsive already كنا نحطهم percentage أو pixels بس إذا أنت الصفحة بتعيتك بديها تكون responsive ما تستعمل pixels ولا تستعمل percentage استعمل فيها صح مظبوط قبل ما توقف دورتكم صح فيها عندكم لكن و هو الأنوع الخطوط يعني أنا عم قلهم منمم تكون عشرين بهالحال وبالتالي عندي بدي استعمل هون الزين اللي أنا عملتلها declaration فوق حصار هو بياخد الفون الموجود فوق وبدي الخط يكون بالنص تاكس align center كونه انه بطبيعته اخذ عرض الشاشة تلقائيا فلما تقل align center فبيحطها بالنص للكلمة وبدي margin zero حتى ما يكون عندها اي فراغ من فوق او من تحت او من يمين او من شمال ولا تحط ها بالنص عموديا هلا بنقول شو بنكتب بقلبها خلني اول شي نفزها البادي كمان كي لازم مرج zero اجمال انا ما عندي شيء ملزوق لزق باطراف البادي فما هيعطيني اي مشكلة كون اني غيرت لونه الخلفية تعيته كمان بالبادي يعني بطبيعة الحال بدا تبين عندي الكلمة هيك بس انا لاني ما كتبت بقلبها لال شيء خلني اكتب عبارة مسلا انا عم بحكي عن زين وهذا زين شخص بعرفه شين هيك عم بكتب له اسمه زين المقدد اوكي خلني شوف بده تطلع عندي هيك هلا النص اللي انا كتبته اخد الشكل تيع الفونت اللي انا حطيته واللون الخلفية هيدا الكريمسون وبالتالي ايضا فيه شغلة شايفة كيف انه بس ضغر الشاشة عم يصغر حجم الخط لحاله وبس كبر الشاشة عم يكبر الخط لحاله لاحظ كيف هيا ضغر هلا اذا انت ما بدك الرابينج انتكون ما بدك تطعج فيك تزد له هون كلمة white space no rap هلا لدرجة معينة كيف يعني لدرجة معينة يعني احيانا يضطر انه يكون فيه واحد عنده رابينج اذا كان فيه عندي نص extra margin تعيته ملزوقة لازق لاحظ هون انه ببعط اطعج الكلمة فصار عم يزغر الخط على قد المربع اللي نحنا موجودين بقلبه وبيكبرها طبعا لازم تلفط نظار لكم انه اللي عم يخلي الخط يصغر ويكبر هو 20 اللي انا حطيته طيب شو نقصة بعد لحتى نجملها اكتر نقصة انه نحطها بالنص يعني عموديا فبتجي لهون وتضيف معي لقلة انا مرة الماضية عطيتكن هون سوفينا نستخدم اسلوب تاني وكل مرة بدخلكم شي جديد مسلا بعدين نستخدم تعول يلي هني طبعا بيعملوا و يعني بتقدر ساعتها تتحكم فيها مثل ما بدخل بس أنا هستعمل هون فيها ترانسفير ترانسليت واي بس لأنه بدي حركة عموديا هستعمل فيها ترانسليت واي يعني ما فيدي حركة افقيا لأنه أنا حاط يعني بتكون مقلة عازة بتصير خلين نقول خمسين بالمية اوكي خلين نشوف كيف بدأ هلأ لاحظ خمسين بالمية مش بدي تطلع خمسين إنو والله هي بالنص ما تنسى الخمسين بالمية لأنه في عندك طرف النص الارتفاع تاعة للنص بدك تزيد كمان لحتى ينحط بالنص نحنا كنا نقول طب خمسين بالمية بعدين نقص خمسين بالمية من الارتفاع تاعة فتطلع بس هيك فيك تزيد عليها أكتر من خمسين إذا بدك فبتقدر تحرك متل ما بدك طيب في بعد عنا شغلة بدي حط ترشد كنقصد 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 لك عادة خمسين بالمية و بجي طبع بالنص ما بدي يا بالنص لو بدي بالنص كنت حط بس ما بدي بدي هيك تكون جاي من ميل فوق شوي هلأ بعد شغلة بدي حط بعان الاعتبار شايفين التجميل اللي عاطتني إياها الشادو اللون أبيض شكلها اختلف كل بس بعد بدي حط لمسة أخيرة قبل ما اختم هيدا الإجزرسيز اللون ما بدي يكون هيك جيف سابت بدي أعمله اللون مثل اللي انتي طلبته مني مرة يا يوسف قلتلي بدي multiple color يكون موجودين عندي أنا ما هحط multiple color اي أنا هحط نفس اللون بس مظبوط بدي حط نفس اللون بس يكون متماوج ببعضه يعني بدي أعمله gradient color فبلغي color اللي موجود بالbody اللي هي هون وبستعمل بدي background image الbackground image بتتقبل اني أعمله gradient color يعني ألوان مركبة ومتداخلة ببعضه ولكن هيدول ينزلوا بالcss3 ممن موجودين بالcss القديمة linear gradient اسمهم وأكيد بالlinear gradient فيه كذا صفة فيك انت تشتغل فيها بس أنا عم قول امشي لميلة اليمين to the right عطيني color لون أحمر أنا اخترت هيدا اللون وكمل لميلة اليمين وخود أحمر أغمق منه فصار فيه عندي لون غامق للون فاتح أفتح منه فبتصير فيه عندك انت الgradient color بين هيدول اللونين بالشكل التالي أنا هون يمكن كتبت فيها شي ناقصة عندي هتلا نشوف linear gradient to write يمكن ما سكرت ال شو اسمه صح نظبوط هي كانت موجودة أنا محايتها كانت موجودة أنا محايتها فصار عندي لون غامق وضلوا يفتح يفتح صار لون فاتح هلأ انتو فيكم تخلطوا ألوان يعني فيكم تحطوا لونان أو ثلاث ألوان أو أربع ألوان بيفوتوا ببعض بس أنا هيك بلاقيها stylish لأنه زين بيشتغل بالهوت كوتور وهالأمور فحبت أنه يكون عنده style بهذا الشكل مش أكتر من هكتر فهذا الexample حلو فيكم أنتو بأفكار كون الحلوة تقطبصوا عدة أفكار وتدخلوهم ببعض يعني أنا عم بشرح كيس وإنتو بعدين فينا ندخلهم بمشاريع بيطلعوا حلوين يعني بيطلعوا جميل هيدا بس حبيت وضح بقلبه كم شغلة خلا نفوت بإكزرسايز تاني وضح بقلبه شغلات جديدة على سبيل مثال كنت عم بقلك عنهم من شوية أمين وخلني أول شي أعمل لوج لهيدا هيدا معمول على وهيدي جيت ستريم اي بي آي من شانيك شكلها بشع وانو بعد ما خلصتناها ما عمل لها تجميل أنا عامل أكاونت باسم جورج جيميل دوت كوم هو يعني إذا فات بيشوف صفحة مختلفة عن الصفحة اللي بيفوت فيها لكلاينت بس أنا حابب أني وضح أهمية جافة سكيبت وم تكمن ببعض الكودات لأنه في أمور أساس لحالها ما بتكفي مثلا خلينا نحكي هون ونقول هون خلينا أحط هنحكي عن خلينا نكون أي عن ال الموجود هون هايدي الاليرت ميسيج اللي حطيته فيها وفيها فأنا هو نطرني إذا كبست بيعمل وإذا كبست بيعمل هيدي العملية ما تزبط إلى جافة سكبت يعني السي أس أس قادرة فقط تعرض رسالة صح أصلا هذا بيجي يعني ما في أنا شو قلت لهم للشباب هايدي الاليرت ميسيج معيب إنه نعطيها لزبون مش حلوي خليها لأينا كبروغامر لحتى نقدر نعمل كنترول وتست على شغلنا بس استبدلوا ليها بميسيج قريبية من هاي فعملنا أنا وياهم ميسيج بواسطة السي أس أس اللي هي هاي وحطينا فيها بديل أوكي وكانسل ياس ونو بتصير منقدر من طريق الجافة سكريبت يحرك الياس ونو إذا كبست ياس كأنه كبست أوكي وبتقوم عملية الدليت وإذا كبست نو بنكون عم نعمل كانسل هيدا اللي فوطنا السي أس أس الجافة سكب مع العرب طيب عزائي قلولي شو ده ماشي بس أقول لك إنه في مثلا يكون وتعمله كتير خفيف أو بالعكس كتير قوي وبيت تعمله طبعا البدك تعمله معلوم وليك الابتكارات والأفكار والهندسة ما بتخلص قد ما كتيري بقى واحد بيقدر يتفنن فيها بكل مشروع بيحط شي مختلف بيحط لمستو يعني طيب يلا خلوني ابعاتلكم اللينك الجديدة قبل ما زيتنا هيدا لبرا يام هبعاتلكم اللينك متل العادي